اشتركوا في القناة احتياجات البيئية لها حرارة رطوبة تهوية قلنا كل الاحتاجات اللي بيعوزها الطائر والنهاردة ان شاء الله بازن الله نظرا لهمية الموضوع هنستكمل برضو اه في دجاج التسمين وحنكمل باقي المخرج التاني اللي احنا كنا بدأناها خلال الحلقة السابقة وان شاء الله يارب نكونهم على نحية الحلقة لمينا فكرة جيدة عن دجاج التسمين احدى المشاريع اللي قلنا لازم تقبل عليها احدى المشاريع الاقتصادية التي يعني تحقق ارباح عالية اتكلمنا قبل كده وقلنا ان دجاج التسمين من السلالات التي يقبل عليها الكبير والصغير في البلدان الشرقية والغربية في كل دول العالم بكل الناس بتتفق على تربيته وانه حلال لكل الاديان يعني ما فيش اي ديانة من الاديان السماوية حرمت لحم الدجاج فبالتالي اذا ده بقى سوء جيد جدا ليرعايته وتربيته والتربح منه طبعا كمان نظرا لي ارتفاع الاسعار اللحوم الحمراء من الابقار والجموس فاصبح الدجاج اه بيعتبر بيسد العجز بنسبة كبيرة جدا هو واللحوم الاراني وغيره فاحنا بقى عندنا بداية بالاضافة الى معظم المطاعم بتشتغل شغل عالي جدا على دجاج التسمين فاذا انت دلوقتي بقى عندك بالنسبة هو انا كشخص ايه اللي نشيل همه ايه اللي نقلق منه عملية التسويق طب اذا كان اذا كنت انا ضامن عملية التسويق ضمان جيد وعندي تسويق جيد وعندي السوق محتاج والسوق زي ما بنقوله السوق جعان جعان ليه جعان للسلعة اللي حضرتك بتنتجها للسلعة اللي حضرتك بتنزلها السوق هتتخد منك بس اهم حاجة اتباع الاحتياجات الضرورية اللي هو بقى موضوع حلقتنا النهاردة حنشوف الطائر بقى بيحتاج ايه من العوامل اللي بتؤثر على استهلاكه محتاج ايه في استهلاك الغزاء عشان ينمو الطائر بشكل طبيعي اكيد الطائر له احتياجات غزائية محددة يجب ان يتغذى الطائر على عليقة تكون عليقة متزنة كلمة دي حتسمعها مني في الحلقة دي كذا مرة كلمة عليقة متزنة مجرد منقول لحضرتك عليقة متزنة لابد ان تحتوي على كافة العناصر الغزائية الضرورية من ايه من زي ما بنقول لحضرتك كاربوهيدرات نسبة بروتينات نسبة والبروتينات صنفيه بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية بالاضافة الى يبقى قلنا كاربوهيدرات قلنا البروتينات قلنا الدهون قلنا الاملاح الفيتامينات الاملاح المعدنية قلنا الفيتامينات كده اسمها عليقة متزنة طيب يفضل ايه الكميات اللي حضرتك بتديه للطائر بتدي الكميات دي للطائر بكميات ايه كميات كبيرة ولا كميات معقولة ولا كميات صغيرة بتهدر في العليقة ولا لا حضرتك اهم حاجة عندي في الاستخدامات دي ان انا نقنن من الاستهلاك في كل شيء مش نقنن يعني نكون بخيلة على الطائر لا انا هندل كل طائر احتياجاته الغذائية المزبوطة احتياجاته اللي هو عايزها نحافظ على على كمية العليقة جرام العليقة مهم جدا اصعار العليقة دلوقتي بقت غالية تمام وبقتش متوفرة في السوق وطبعا كلنا احنا شفنا ازمة خلال الفترة اللي فاتت ان ما كانش موجوده متوفر على لايق وبالتالي اصبحت المنزل المزارع مش قادرة توكل القطيع اللي عندها فكانت في ازمة جمدة جدا فحضرتك تكون بخيل وانت بتحط العليقة مش بخيل عليها لا يعني ما نهدرش فيها ما نصرفش الاستخدام فيها بحيث ان انا نضيع من نفسي طبعا كميات كبيرة طائلة هتعمل معايا حجم مصرفات كبير هتقلل معايا حجم الايه الارادات والعائد اللي انت بتحصل عليه يبا لازم حضرتك الاحتاجات اللي احنا عنقولها والمقررات الغذائية اللي قلناها قبل كده يجب ان تتبع تمام طيب تعال نشوفوا مع بعض ما هي العوامل التي تؤثر على استهلاك الغذاء والنمو ومعدل التحويل الغذائي حنقف عند معدل التحويل الغذائي بس في وقته قل لي ما هي العوامل التي تؤثر على استهلاك الغذاء استهلاك الغذاء نمرة واحد نوعية العليقة المقدمة للطائر يعني حضرتك انت عطيله عليقة نوحها ايه العليقة مستساغة ولا غير مستساغة العليقة مقبولة ولا غير مقبولة العليقة متزنة ولا غير متزنة العليقة فيها كل الاحتاجات الغذائية ولا بينقصها مجموعة من الاحتاجات الغذائية هو ده الكلام مهم جدا النوعية اللي حضرتك بتقدمها للطائر نمرة اتنين مرتبطة بنفس الكلام اللي أنا بنقوله وهي استساغة الطعب هو حضرتك ينفع تاكل حاجة تمام انت بتاكلها كده لقيت طعمها مش حلو هتكمل ينفع أنا نجبرك نقولك لا كمل غصب عنك لا مش هينفع الطائر كده لابد ان تكون العليقة مستساغة لابد ان تكون نوعية العليقة تحتوي على كافة العناصر الغذائية المضمونة زي البروتينات ومش مصدر واحد للبروتين زي ما قلتلك بروتين نباتي وبروتين حيواني كربوهيدرات متمثلة في الضرة املح معدنية فيتامينات تمام دهون كل الكلام ده لابد ان يكون موجود في داخل العليقة يبقى نمرة واحد نوعية العليقة تمام استساغة العليقة او طعمها ورائحتها برضو الرائحة مهمة يا مستر مهمة جدا هو حضرتك برضو افرد ان الشيء اللي انا هنأكله لك ده قيمته الغذائية عالية جدا لكن راحته مش حاله هتاكله لا طبعا صح ولا لا فلازم انا نحافظ انا بنتعامل مع الطائر تعامل مع الطائر كابن ليك تعامل مع الطائر كأنه انت اللي تقدر انت تعمله يقدر يعمله الطائر تمام اللي نقدر انا نكله من اكلش الطائر هيغز منعانه نشوف هو بيحتاج ايه هو بيحب ايه اخر High حيديك انتاجه عليه. لما تدي له رعاية وتدي له اهتمام. حيديك انتاج. طب لما يديك انتاج. حيديك ارباح. يبقى من الكسباء. وانت الكسبان مش هو. لانك في النهاية حتبيقها هتتبع. تمام? طيب. نمرة ثلاثة. درجة حرارة العنبر. درجة حرارة ليه? العنبة. مهمة جدا وقلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت. تأثير درجة الحرارة المرتفعة على الطائر حتكون عاملة ازاي? وتأثير درجة الحرارة المنخفضة على الطائر عاملة ازاي? يبقى يجب ان تكون درجة الحرارة حرارة مصلة للطائر. تشوف احتياجاته ايه? بيحتاج ايه في الاسبوع لولاني? بيحتاج ايه في الاسبوع التاني? بيحتاج ايه في الاسبوع التالت? وهكذا الى ان يتعود على درجة الحرارة العادية اللي هي درجة حرارة الجو العادي. اللي يستطيع من خلالها اه اللي اعتماد على نفسه ومواجهة الظروف اللي هيه? البيئية. يبقى لا الحرارة العالية مطلوبة ولا الحرارة المخفضة ايه مطلوبة كويس قوي عدد ساعات الإضاءة وده كلام مهم جدا سبق واتكلمنا على أهمية الإضاءة قلنا الإضاءة يا جماعة بدون الإضاءة الطائر بيكون عنده مشكلة جمدة جدا الإضاءة بتسقط على الغدة النخمية بتزود إفرازاتها وإفرازات غدة كتير منهم الغدة النخمية اللي هي موجودة في المخ بتاع الدجاجة أما بيزيد إفرازاتها إيه اللي بيحصى؟ زيد إفرازات الطائر ده تمام؟ بيزود شهيته للتخزية طب لما تزيد شهيته للتخزية حيتغزة كتير الطائر طب لما يتغزة كتير إيه اللي هيحصى؟ معدل النمو بتاعه حيزيد طب كمان الإضاءة بتعمل إيه؟ الإضاءة دي كمان بتؤثر على عملية النطج الجنسي بتزود من عملية النطج الجنسي للطائر فبالتالي لما يبقى فيه نوت جي جنسي جيد بالتالي طبعا حيبقى معدلات الطلقية جيدة وبالتالي بعد كده حضرتك لو كان القطيع بتربيه الانتاج البيض هتاخد بيض عالي ومعدلات الفاكس في البيض كمان هتكون عالي تمام يا شباب فإذا الإضاءة هامة جدا يبقى الحرارة مهمة جدا الإضاءة مهمة جدا استساغ الطعم العليقة نوعية العليقة التي تقدم للطائر كل الكلام اللي أنا بنقوله ده إحدى العوامل التي تؤثر على استهلاك الغذاء يعني الطائر هيأكل ولا مش هيأكل طب لو درجة الحرارة مرتفعة يا مستر الطائر يتغزك تيء لا هيقل من استهلاك العليقة أمال هيزوج من استهلاك مياه هيزوج من استهلاك المياه ولما يشرب كتير مش هيأكل كتير كويس قوي طب لو كانت درجة حرارة منخفضة تمام لو منخفضة بتزيد استهلاكه من العليقة بس لو منخفضة جدا لا بتقل برضو استهلاكه وبيقل معاه معامل التحويل الغذائي ده كلام كويس قوي طب بعد كده عدد ساعات الإضاءة زي ما قلت لك يجب أن يكون عدد ساعات إضاءة مناسب تمام للحظتك هتعوزه ده كلام كويس قوي يعني ما تقلش عن عدد ساعات إضاءة معين اللي بنطفق عليه وبنقوله في كل نوع من الأنواع له برنامج إضاءة خاص بيه لو قلنا مثلا عايزين عدد 16 ساعة إضاءة يوميا يبقى 16 ساعة إضاءة يوميا ما تنفعش بقى تعمل لي 10 ساعات ويجب أن تزيد الإضاءة فيه فصل الشتاء عن فصل إيه الصي لأن في فصل الشتاء النهار بيكون قصير تمام وطبعا اللي الدنيا بتضل مبدري ويبقى غيامات وبتاء فمعدل الإضاءة بيكون قليل أنت بقى تستبدل الكلام ده بالإضاءة إيه الصناعية ففيه عدد ساعات إضاءة معين يجب أن يحصل عليه الطائر نقطة اللي بعد كده تهوية والتبادل الغازي مهمة جدا يا جماعة التهوية لأي كائن حي على الأرض لازم عمليات التهوية حضرتك لو فيه تهوية جيدة بيحصل عملية التبادل للغازات بتستبدل الغازات اللي يبضرة بالغازات النفعة بيخرج غاز سانيكسيدي الكربون بيدخل غاز الاكسوجين الحيوية للطائر بتزيد تمام الانتاجية للطائر بتزيد معدلات النمو بتزيد لأنه بيزيد الاستلاك من العليقة بتزيد الحركة بيزيد نشاط الطائر في داخل العنبق وبالتالي طبعا كل ده بيعود عليك أنت بالنفع فعملية التهوية مهمة جدا 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 ويجب طبعا الالتفاق لها ويجب أن تكون مأخوذة في الاعتبار أهم حاجة وأنت داخل العنبر حضرتك تشوف نسبة الرطوبة نسبة التهوية في العنبر ايه لأن نسبة الرطوبة حتتأثر بنسبة ايه التهوية لو كانت التهوية رضيئة سيئة حتزيد نسبة الرطوبة لما تزيد نسبة الرطوبة حيبا وسط جيد لنمو الميكروبات والجرسين في داخل ايه العنبر حيدي فرصة لانتشار الامراض حيدي فرصة طبعا لتفشي الامراض في داخل العنبق وطبعا حتقل بقى ساعتها معدلات التخزي وحتقل معدلات النمو وتزيد معاها معدلات النفوق لأطار عايزين نتغلب على كل الكلام ده نتبع الاجراءات اللي احنا بنقولها دي تمام بعد كده نسبة الرطوبة في العنبر قلتها وانا بنتكلم على التهوية لأن كل العناصر دي لو لاحظت حضرتك لما نقول لك ما هي العوامل التي تؤثر على استهلاك الغذاء حتقول لي نوعية العليقة استساغة العليقة وانا عايزك تبقى فاهم مش حافظ تمام استساغة العليقة ثم بعد ذلك قلنا درجة حرارة العنبر وقلنا درجة التهوية وقلنا درجة الرطوبة وقلنا الإضاءة عوامل كلها واحتياجات كلها يجب ان تغسيها لاعتبار لو عايز تنجع عملية مشروعك او تنجع عملية التسمين اللي حضرتك بتجريها في داخل العنبر نكمل مع بعض بعد كده معامل التحويل الغذاء اللي قلت لحضرتك حنقف عنده من الحاجات الهمة جدا يا جماعة معامل التحويل الغذاء يعني ايه معامل تحويل الغذاء معامل التحويل الغذاء حنبص معايا بنقوله هو قدرة الطائر على تحويل العلية الى لحم باختصارش دي حد يجي يقولك يعني ايه معامل تحويل الغذائية او يعني ايه الكفاءة الغذائية تمام تقوله حضرتك كده قدرة الطائر على تحويل العلية الى لحم يعني يا مستق يعني لو قلنا الكفاءة التحويلية اتنين لواحد يبقى قدرة الطائر على تحويل اتنين كيلو عليقة يعني الطائر تغز على اتنين كيلو عليقة لازم لما نوزن الطائر نلاقي كيلو لحم ده كلام مية مية طب تغز الطائر ده الكلام ده لو كانت النسبة اثنين للي ايه لواحد طب لو تغز الطائر على اربعة كيلو عليقة تمام يديني كم كيلو لحم يديني اثنين كيلو لحم دي زمال كفاءة ليه تحولية طب لو قلناه في معادلة زي ما قدامي كده بيقول لي طبعا معامل تحويل الغذائي او الكفاءة الغذائية او معدل التحويل الغذائي فوق الكس حيب كمية العليقة التي استهلكت طائر طول فترة التسمين على وزن الطائر الحي عند نهاية فترة التسمين اللي هي اختصارها اللي انا قلت لحضرتك كمية العليقة التي استهلكت طائر لازم يقابلها كمية لحم لو قلنا النسبة دي اثنين لواحد يبقى كلما تغز الطائر على اثنين كيلو عليها نحصل على كيلو لحم طب لو قلت لحضرتك الكفاءة التحويلية ثلاثة لواحد معناها ايه؟ برضو عليك حتقول لي تغزى الطائر على ثلاثة كيلو عليها لكي يحصل على كيلو لحم تمام؟ ولكن دي تبقى لصالح المربي ولا ضد المربي لأ كده بقى ضد المربي ليه؟ كلفني كتير ثمان الكيلو الفرق اللي كله الطائر ده ما هو ما تدنيش انتاجية لحم ده هو كل ثلاثة كيلو عليها واتدني كيلو لحم في حين ان نوعية تانية من الطائر الكفاءة الغذائية بتاعتها عالية فتاكل اثنين كيلو عليها وتديني كم كيلو لحم كيلو لحم ده من الحاجات الهامة جدا جدا للناس فلازم من الناس عشان كده وقفت عند النقطة ديت اللي هي معامل التحويل الغذائي او معدل التحويل الغذائي او ما يطلق عليه الكفاءة الغذائية تمام بنقول لك بعض الاعتبارات الخاصة بمياه الشرب يا سلاة معقولة مياه الشرب لا تأثير ده لا تأثير مهم جدا ما انا قلت لحضرتك احنا معنا شوية حاجات كده سهلة صعبة تمام سهلة صعبة يعني يعني حضرتك لو عرفتها حيبى كلام بسيط جدا وملوش اي اعتبار بالنسبة لنا تمام لكن لو حضرتك تجهلتها وتجهلت الكلام اللي احنا بنقولوه حتسبب لنفسك مشاكل طائلة طب تعالى ورلينا ايه اللي ممكن يحصل بيقول لي النوعية بعض الاعتبارات الخاصة بمياه الشرب نوعية مياه الشرب العوامل التي تقاص بها نوعية المياه خلي بالك اللون والرائحة بص بقى معي عشان يجي لك سؤال في التقييم في الكلام ده لون المياه بيقول لي المياه الطبيعية والنقية تكون عديمة اللون يبى اللون المميز بالنسبة ليه المياه عديمة اللون يبى اللون تمام المياه يجب ان تكون عديمة اللون طب لو لقيت لونها بقى رمادي شوية لا دي ملووس تمام معي ولا لا طب يبى ايزا المياه لابد ان يكون عديمة اللون خلي بالك تجيلك في اختيارات اي الوان تانية غير عديمة اللون إجابة خطأ تمام طب نمرة اتنين الرائحة والطعم حضرتك والطائر كده بيتزوق المياه ايه اللي بيحصله؟ يجب أن تكون المياه دي مياه طبيعية ما تكونش شديدة الملوحة تمام بيقول لي فاق ايه؟ تكون عديمة الطعم والرائحة عديمة الطعم والريحة طب لو الطائر بيتزوق كده المياه ولأن المياه دي اتشديدة الملوحة تمام برضو مش ضر طب فاسكريات برضو مش ده المطلوم يبقى الطائر عشان يحصل على احتياجاته من المياه المزبوطة 100% يجب ان تكون المياه عديمة اللون عديمة الطعب عديمة الرائحة ده كلام 100 مية 3 كلمات عديمة اللون عديمة الطعب عديمة الرائحة ملخص الكلام ده ده فيما يتعلق بالنوعية بتاعت المياه تمام او طب فيها ايه كمان خالية من البكتيريا والشوائك تمام ما تباش ملوسة حضرتك مليانة ما يمكن تب عديمة اللون عديمة الطعب بس مليانة بكتيريا مع ان البكتيريا على طول لازم حصدر عنها طبعا روايح وطعمه متغير وغيره لكن يجب ان تكون المياه خالية من البكتيريا والايه والشوائك تمام طيب بنقول بعد كده عصر المياه عصر ليه المياه وهو زيادة تركيز عنصر الكالسوم والمغنزيوم في المياه تمام طيب بعد كده بيقول لي النتروجين العضوي يدل على تحلل مادة عضوية او رواصية في الماء طب يعني ايه مستر بعد زمك انت راجع لينا النقطة التانية بتاعة عصر المياه يعني لو زيادة تركيز الكالسوم والمغنزيوم في المياه تمام ده بيعمل عصر للمياه بيخلي المياه مش ما بتساعدش على عملية الهضم كويس يبا يجب ان تكون المياه فيها طبعا الاحتاجات المزبوطة كونتش فيها املاح معدنية او فيها نزمة تمام ولكن نسب بسيط ما يكونش فيها نسبة مغنزيوم عالية نسبة كالسام ايه عالية طب النقطة اللي بعدين النتروجين العضوي نتروجين ده يدفع نتروجين ده معنى كده ان المياه ديات اتحلل فيها مادة عضوية او رواصية فيه رواص تمام نزل في داخل هذه المياه او في داخل حضرتك السندوق اللي بيغز المياه اللي هو طبعا زي ما بنقولهم المصدر المياه نفسه اللي انت بتحصل عليه لا ده مصدر ملوس مش مش طبيعي تمام كويس خزانات اللي هي المياه نفسها لقيت فا رواص لقيت فا التاعي بلازم تطهر بشكل ايه مستمر لازم تحافظ على نظفتها لازم يكون لها غطى ومحكومة عشان حضرتك ما تباش طبعا ينزل فيها طائر واع طائر ماد فيها نزل ماد فيها اتحلل فيها فالكلام ده كله بيأثر على نسبة النيتروجين الموجودة فيها طب نمرة 3 اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده بيقول لي الكابريت ويمكن التعرف على وجود الكابريت في المياه من رائحته حيث يشبه رائحة البدل فاسد اه اه تيجي تشم المياه كده تلاقي ريحتها زي ريحت البدل فاسد يبا كده فيها نسبة كابريت عالية طب بيعمل على ايه ده الكلام ده بيعمل على تكوين مصاق المياه باللون الاصر يخلي المسقى نفسها صفراء يبا لو لقيت ان المسقى قلبت لونها لللون الاصر يبا دي فيها نسبة كابريت عالية معايا يا شباب طب الكابريت ده جالها من ايه الكابريت ده جالها طبعا نتيجة ان وجود نسبته العالية ان ما فيش نظافة ان حضرتك مش بتنظف المشابيات باستمرار تمام فنشع عن ذلك وجود كمية من الكابريت اللي هتغير من شكل ولون الايه المياه فيها المساك وتده اللون الايه الاصفر يارب تكون الكلام ده بص كلام بسيط خالص اظن يعني او قلت لأي حد الكلام ده اقول لك هو ده معلومات ده كلام بسيط يا عام انا عارف نعمله لو حضرتك عارفت تعمله يعني عارفت تعمل مشروع يعني عارفت تنجح المشروع الناس بقى برا اما حد يباش عنده خبراء محنا ساعات عندنا كده كل واحد يكابر في اي حي يبقى عامل ان هو بينفهم في كل حي تربي اربي فهم افهم ولا فهم اي حي لو تجاهل اي عنصر من العناصر دي حيبقى عندي مشكلة جمدة جدا العنصر الصقي بس اللي هو المياه ده المياه المهمة جدا جماعة مياه مهمة جدا استهلاكة لازم يكون استهلاك امسا للطائر عشان يستطيع المساعدة في عمليات الهضم والامتصاص في داخل الجسد لما يهضم كويس الطائر ده المنى ادم لما بقى عنده معدل الهضم تعبان باش عارف ياخد نفسه باش عارف يتحرك حبه ومش عارف يكله لان هو الهضم عنده تعباء صح ولا لا فانت مبالك بقى الطائر الاخرص اللي انت بتتعامل معاه كل مرة لازم نقولك كده انا منتعامل مع طائر اخرص طائر ما بيتكلمش طائر مش حيقول لي فيها ايه طائر مش حيقول لي ايه وجعني مش حيقول لي الاكل ده مش مناسبني مش حيقول لي المياه دي مش مناسباني مش حيقول لي المياه دي لحيطة وحشة يبقى انا كمربي ناجح لازم انا اللي نشعر بشعور الطائف. لازم انا اللي ندور له على الحاجات ده. لازم انا اللي ننزل ليه. انا اللي نشوف احتياجاته ايه. ولما نشوف احتياجاته ايه? هو هيلبي احتياجاتي. طب هيلبي احتياجات ازاي يا مستا? بمعدلات النمو الايه? العالية. بالارباح اللي هتحصل فيها من غراها. مفهومة يا شباب هي علاقة مهمة جدا. انت بتديني وانا هندي لك. انت هتديني اخلاص. وهتديني شغل وهتديني وانا هنديه لك هنديه لك انتاجية عليها. وحنديه لك ارباح ايه? عليه. تمام يا شباب? عايزك تتعود على كده على طموه. تعود دايما على العطاء. متعودش انك تاخد بس. ما ندم اللي ااخد بس ما ليوش اي لازم. في الحياة. لازم زي ما ندي زي ما ناخد. زي ما ناخد زي ما ناخد زي ما ندي. حقيقة تعاونية. حقيقة تكافولية. ومش هنقول لك. بس ادي وما تنتظرش انك تاخد. هتقول لي لأ لازم. لأ ماشي ادي. وربنا حتى لو العبد معوضكش ربنا حيعوضك الخير إن شاء الله تمام نكمل بقى بعد كده الكمية احنا اتكلمنا في نوعية المياه طب تعال بقى على كميات بيقول لي كمية المياه التي يحتاجها الطائر تعتمد على نمر واحد نوعية وكمية العليقة المأكولة آه مهمة قوي كلما زادت كمية العليقة المأكولة رد انت بسرعة وانت اللي زادت كمية المياه المستهلكة ولا قلت يا مستر زادت الطائر كالكتير واحنا لما ناكله كتير يا جماعة مش هزين مياه على طول آه تمام يبقى كلما زادت كمية العليقة او كمية الاستهلاك منها العليقة كلما زادت كمية الاستهلاك من الايه من المياه طب كلما قلت معدلات الاستهلاك منها العليقة كلما قلت معدلات الاستهلاك من الايه المياه إلا في حالة واحدة حد يجدع يقول لي عليه في فصل الصيف وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة بيقبل الطائر على ايه؟ الله ينور عليكم على السكي اكتر من الايه؟ من التغذية على العلاج. نتيجة ان حضرتك في العنبر ما قدرتش توفر له درجة الحرارة الايه؟ المناسبة. فهو محتاج مياه بكميات ايه؟ كبيرة. تمام. يبا الكمية نمرة واحد قلنا او الف منها نوعية وكمية المياه المأكولة كلما زادت كلما زادت. تمام. طب به درجة الحرارة هي المياه. لا درجة حرارة اللي اه طبعا. درجة حرارة المياه. ودرجة حرارة الجو او العنبا. تؤثر طبعا. يعني حضرتك انت راح هتطلي مياه في داخل العنبا. من غير اي كلام كده. ودرجة والمياه سخنة. يعني انا بنقول لو عاد زميلة انا عتشال لو سمعت اديني ازازة. راح عاتيني ازازة مياه. تمام؟ يدهالي درجة حرارة سخنة هنعرف نشربها. لأ طبعا. فالطائر كده فانت لازم تراعيه. يبقى ارتفاع درجة الحرارة الزايد عن الحد للمياه. غير مرغوب. وبرضه درجة الحرارة. ما تحط ليش مياه ساعة من التلاجة للطار يتغذز عليه. تمام؟ او يشرب منها يعني. تمام. طيب. بعد كده بيقول لي الحالة الصحية ده كلام مهم بقى. كلام مهم. بص الحالة الصحية هتيجي بص بايه. حالة الصحية كلما كانت الحالة الصحية للقطيع جيدة. كلما ضمنت معدلات نمو عالية. يبقى النمو مرتبط بالحالة التخزية مرتبطة بالحالة الصحية للقطيع. مرتبطة بمعدل النمو. يعني ايه؟ يعني الطائر لو لقيته انت ما بيكلش قلت معدلات التخزية اعرف ان عندك بدأت فيه مؤشر بسرعة. الحق نفسك. الطائر ما بيكلش الطائر ما عندوش نشاط الطائر خامل في داخل العنبر ما عندوش النشاط والحيوية في داخل العنابر. لا ده كده ظهرت عندي مشكلة. تبدأ بقى تراجع نفسك تبدأ بقى تتعاملن. تمام؟ يبا تاني دليل على حيوية ونشاط الطائر اللي هو مين يا جماعة؟ الحالة الصحية بتاعته. حالة الصحية بدنية جيدة الطائر بيجري في العنبر منتشر في العنبر. الطائر نشيد. الطائر غير خامل. معدلات التخزية بتاعته عليه. نقطة بعد كده الازدحام والاجهاء تؤثر جدا. الازدحام والايه؟ والاجهاء. حضرتك بص شوف نقطة صغيرة خالصها. تفهى خالص تمام؟ لكن انت جهلتها كمربي. عندي عنبر يشيل خمس تلالة. رحت جاي حاطت فيه سبع تلالة. او ست تلالة. كده هو العنبر ده مصمم يا عم هو لو كان لستة كنا حاط قلنا ست. خمسة يبا خمسة. تمام؟ زي انا كده ما نيجي نجيب حاطتك في قوضة. بنستقبلك فيها. القوضة دي تكبيرها تشيل عشرين فرد. رحت انا جاي حاطت فيه تلاتين فرد. ايه اللي هيحصى؟ مش حنبه عارفين نتنفسه. مش حنبه عارفين نقفه كلنا. حنبه مخنوقين كلنا. تمام؟ طب بالتالي نفس القصة. الازدحام يا جماعة يؤثر بالسلب ولا بالاجاء. بالسلم. ما تفرحش انك بتربي لي الف زيادة في عنبر ساعة وخمس تلاف تحط انت فيه ست تلاف. او عنبر بساعة الف حاطتك تحط لي فيه الفين. او الف ونص تقول عشان دفعه وخلاه. لا ده ده حيكبدك خسائر ممكن تخسر الالفين. ممكن تخسر السبع تلاف كله. فنخليني عائل ونمشي بالمقررات المزبوط. عنبر يساعة الف حاطتك حطي فيها. طب لو اقل. اوكي ماشي. بس لو اقل احبه وحش لك انت. لان انت استهلكت فترة زمنية. استهلكت معدلات تخزية. استهلكت حاجات كتير على ايه عدد قليل. فانت ليه. ودايما على فكرة الانبولات بتاع التحصين والكلام ده كله بيباجي على الالف. فانت لما اشتغل تشتغل على الالف. او مضاعفات. الف الف تلاتة وهكذا. فاهمينا شباب. معلش والله حاجات بسيطة جدا. لكن عشان انا مدرك اهميتها. فانا بنقف عندها في حاجات بسيطة. زي ما بنقول لك. انا بنديك نواحي تعليمية. ونواحي عملية. اللي اتنين مع بعض. لازم اللي اتنين يمشوا كده بالنسبة لنا. لعدم اشتغلنا في منظومة الجدرات. زي ما قلت لك لازم تمشي فيها مصبوط. عشان تقدر تحقق النجاة. في الدراسة. وفي العمل بعد كده. او في سؤال ايه? العمل. تمام يا باشي. يبقى الازدحام والاجهاد يؤدي الى زيادة استلاك ايه? المياه. اه. فيه جهاد. العنبر يامح. نستالك مياه كتير. كويس ايه. طيب. نقاط فنية هامة. يجب مراعطة عند تقديم مياه الشرب. ايوة. ايوة. انا عايز النقاط الفنية دي يا مستر. قول لي بقى النقاط الفنية دي. عشان انا الموضوع كده طالع في دماغي وانا حبيت الموضوع وانا عايز نعمل المشروع ده. تعال يا باشي. قال لي نمر واحد. جعل مياه الشرب متاحة طوال اليوم. كويس. ومراكبة استهلاك المياه يومية. ومقارنتها بالعلى في المستهلك. ده ايه النقطة دي يا مستر. يعني تاني يا باشي. حضرتك وفر لي مياه الشرب طول اليوم. تمام. ورأى باستهلاك العليقة. العليقة ولا المية. العليقة والمية. شوف انت معدل استهلاك العليقة دي. ويتناسب مع معدل استهلاك المياه ولا لا. يبقى حضرتك بداية انا عايز المياه. متوفرة فترة من اليوم. لأ طول اليوم. تمام. الا في مراحل معينة. امت بقى نقلل حضرتك معدلات المياه. لو حضرتك اجريت عملية قص منقار. اجريت الطائر ونجوعه. نعطشه ونجوعه. عشان بعد عملية قص المنقر حضرتك بنحط له شوية مية كده فيتامينات تمام. على طول يبقى عشان يجري عليهم. عشان الفيتامينات دي هتفيده بعد كده. والتغزية ما يحجمش بقى عن التغزية. لا يتغز على طول لانه هيكون جاعة. تمام? لكن خلاف ذلك بتكون التغزية متوفرة طوال اليوم. كويس او. سواء كا من معدلات السكر او زي ما قلنا من مع مرأبة معدلات استهلاك اللي ايه العالية. طب اتنين استخدام مياه نظيفة. كويس. اتفقنا عليها مستا. ونقية. وخالية من الملوسات الميكروبية او العضوية او المعدنية. يبقى مش انا نقول لحضرتك هاتلي شوية مية تروح تجيب لي اي شوية مية وتقول لي ده طائر. ايه عم ده طائر. موطائر زيه زيه. موطائر حضرتك انت بتدخل انت الميكروب. انت اللي بتدخل الجرسومة عنده. تمام? طب ما كده انت اللي بتصيبه. يبانا فيها حاجة. لما نخسل المشابيات كل يوم كده نقوم. نخسل المشابيات. تمام? حتى لما تي تخسل المشابيات. حتيجي تبصت لها حضرتك. المشابية كده على طبقة كده ايه? لازجة. وطبقة نعمة خال. ما دي بدأت كده ترطى. نورة غسيلة غسيل كويس جدا. وحطت المشابية. تمام كده فقى الميكروبات جديدة متجددة مياه متجددة. حضرتك كده بتجدد نشاط الطائر. بتخلي الطائر يقبل المعالف. لازم المعالف. ما تكونش مليانة كده على اخرها. المعالفة نص المعالفة. وتيجي بايدك كده في وسط المعالفة. تقلب كده الايه? العليقة في داخل الايه? المعالفة. تخلي فيها كده مساح عشان ما تحضرش العليقة. لو المعالفة مليانة خالص. لا هتهدر كتير من علانة. خاصة في المعالف اليدوية. معالف الطولية الايه? اليدوية. اما لما بنستخدم احنا المعالف الاوتوماتيكية او جهاز الفيدر. لا ده بيلف اللي هو عن طريق الجنزيغ في داخل العنابق. وده بيكون افضل بكتير للطائر. ده ان ما بيهدرش كميات عالية. والعالية فيه بتبقى متجددة باستمراء. لكن حضرتك ازا اضطريت واحنا كمربين صغار بقى. بالنسبة لنا لا انا ممكن نلجح للمشابيات الصغيرة ما عنديش عنبر مجهز. اوكي ماشي. فتعمل ايه? حضرتك الغزاية ما تكونش فيها كمية عليها كبيرة. كمية عليها صغيرة. على طول باستمرار تعمل عملية تقليب كده للايه? للعالية. عشان انها حطت الاستلاك. بكرة نحط الاستلاك اللي ايه? التاني. تبقى العالية زي ما احنا بنقوله كده صبحة كده والتازية يعني. تمام? كويس او. بعد كده يجب استخدام مطهرات مناسبة للمياه. مثل الكولور واليود. مهمة. بس بكميات محدودة. كميات طبعا زي الكتاب ما بيقول بقى. مش تملاقي المياه كلور تسمم لي الطائر. تملاقي يود تسمم لي الطائر. لا. المطهرات اللي عن استخدامها. سواء كانت من الكولور او من اليود. ولكن بكميات ضعيفة. او كميات بسيطة جدا يعني. يبقى دي النقطة الاساسية اللي احنا طبعا بالرعي. خلص. لا لسه. قال لي يجب تسوية الفرشة. تحت وحول المساقي. يا جماعة نقطة زي دي. مش عايز نقول لك من اهم عوامل نجاح عملية رعاية دجاج التسميم. اللي هي ايه? حوالين كل مسقة من المساقي. حضرتك حتلاقي كده بركة مياه. تمام? او ان الفرشة اللي هي موجودة عندنا. تمام? انا طبعا من استخدم فرشة من التبنى او من النشارة. حتلاقي حوالين الفرشة دي ابتلت. يبقى انا نعمل ايه? لأ نحاول نزيد بقى نزيد. الجزء المبتل. ونحط ما كانوا جزء ايه? ناشف. ده باستمرار. يبقى يجب تسوية الفرشة تحت وحول المساقي. بحيث يسمح لكل الطيور للوصول للمياه ايه? بسهول. احيانا حضرتك تجي تحط لي. الفرشة تكون محطوطة في داخل العنبة بشكل غير متجانس. حتة عالية وحتة واطية. فالمشربية محطوطة عاملة كده. فلما يجي الطائر يشرب منها ينزلك مياه كتير على الارضية. طيب او ان الجنب العالي ده الطائر مش عارف يوقف عليه. فكده حاجب جزء عن اه السكي بالنسبة للمية للطائر. يبقى لازم الارضية تكون ايه? مستوية. لازم الارضية تكون ناشفة باستمرار. تشيل الجزء المبتل وتحط الجزء الايه? الناشف. تحريك المساقي اليدوية. بالقرب من المساقي الاوتوماتيكية. اسمع بقى. بعد اليوم التالت. بعد اليوم الكاء. بعد احنا اول تلات ايام لازم يكون مشابات ايه? يدوية. طب بعد اليوم التالت. انا عايز ندرب بقى الكتاكيت على السكي الاوتوماتيك. على المساقي الاوتوماتيكية. كويس تعمل ايه? تقربها بقى منه. يعني تحط المشابية ديها جنب جنب المشابية الاوتوماتيكية. عشان الطائر يبدأ يتعرف. في طائر وصل لها لا فيه مياه. يبقى يبدأ يتعود على المساق الايه الاوتوماتيكية تمام كده مية مية طيب يتم رفع سلس الى نصف المساق اليدوية عند اليوم الكام من يوم السادس للسابع احنا عندنا مساق اوتوماتيكية تبدأ تشيه من تلت للنص من تلت الى نص المساق اليدوية على انتزال باقي المساق عند اليوم الكام ده مهم جدا الكلام ده الرقمين ده المهمين من اليوم التامن لليوم العشر منهم لا تانية مستر حضرتك يتم رفع سلس الى نصف المساقي كلام ده بعد اليوم الكام السادس للسابع يبا نشيل تلت المسائي او النصة يا مستر بعد كام يوم بعد من ستة لسبعة ايام يعني الاسبوع الاول كويس بعد كده اليوم التامن بقى واليوم العاشر حضرتك تعمل ايه تزيل كل المساقي وما لحيشرب منين الطاق من المساقي الايه الاوتوماتيكية اللي احنا قلنا لما نيجي في اليوم التالت اول يوم وتاني يوم سيبهم عادي متوزعين التوزيع بعد كده نبنا نحطوهم جنب المساقي الايه الاوتوماتيكية عبل ما يتعود بقى اضطار عن المشابية الاوتوماتيكية خلاص ما نشعايز العادية تمام ولما نشيل المساقي العادية هنوفر فيه طبعا استهلاك مش استهلاك يعني الاهضار الماء في داخل العنابق هنحافظ على رطوبة جيدة للفرشة لان حضرتك طبعا مش هتبتل الفرشة كتير بالمساقي الاوتوماتيكية بتوب اكثر نظاما من المساقي اليدوية تمام اهو العمل على ضبط مستوى المساقي يومية يعني يا مستر عمل على ضبط مستوى المساقي يومية يعني حضرتك الطيور بتجري طول الايل قبطت رزعت عملت كده حاجة اه النهاردة كنت عندي مثلا اي حركة كنت بنزبط بنعمل تحصنات بنعمل شيء المهم ان المساقي يجب ان تكون مضبوطة وفي اماكنها وعلى ابعاد متقربة وبالاعداد المناسبة للاعداد اللي حضرتك بتربيها ما تحطش عدد مساقي او عدد مشربيات اقل من الحد المطلوب ربي عدد كزا محتاج مشربيات كزا تمام معدلات استهلاك كزا تمام نقطة اللي بعد كده اهم عمليات المتابعة اليومية داخل عنابر الدجاج التسمية حلوة ومسطر انا عرفت كل الكلام اللي بنقوله طب نعمل متابعة بقى يومية ازاي ما دي عمليات يومية هون عندنا عمليات دورية وعندنا عمليات يومية عملية المتابعة اليومية متابعة نمرة واحد متابعة حالة الفرشة يجب الا تزيد نسبة الرطوبة في الفرشة في سؤال في دليل تساءل عن كم يا ريس من عشرين الى خمسة وعشرين في المية كويس قوي يبقى نسبة الرطوبة يجب الا تزيد عن كام من عشرين الى خمسة وعشرين في المية طب زيادة رطوبة الفرشة بيؤدي الى ايه يؤدي الى زيادة غاز الامونيا الناتج من تحلل الزرق طيب تجمع غاز ثاني اكسيد الكربوني الناتج من تنفس الطيوم. كويس. مش كويس. ده شيء ضر. طيب تجمع غاز كابريتيد الهايدروجيني الناتج من تحلل المواد العضوية في الفرش. يا نهى ربيان. يعني لو الرطوبة زادت يا مستا. حيزيل تجمع غاز ساني اكسيد الكربون. حيزيل كابريتيد الهايدروجين. حيزيل غاز الامونيا. اه كل ده ضر للطائر. يبقى التهوية كده. تهوية غير جيدة. يبقى زادت نسبة الرطوبة عملت لقلق للطائر. تزود بقى نسبة الجرسيم ونسبة المكروبات ونتضع فرصة للنمو. والانتشار والاصابة بالامراض ونخش بقى في مواضيع لا تنتهي. طب الكلام ده كان حلوا ايه البسيط السهل خالص. ان حضرتك تتابع حالة الفرش. يعني زي ما انا قلت لك وقلتها كتير. مشوف عنصر بسيط وتافه. لكنه له قيمة. مش حاسمها تافه. في حاجة اسمها. واحد اتنين تلاتة عناصر. انا بنتبعها. نهتم بكل كلمة انا بنقولها. مهمة جدا جدا. مش انا اللي بنقول الكلام ده. علماء ونص وصلوا الكلام ده وكتبوه. احنا بقى مارسناه في العمل. شوفنا العمل. عرفنا ايه اللي بيتعامل بالزبط. تمام? يبقى يجب تجديد الفرشة باستمرار ازالة الراتب منها. ووضع الفرشة الجفة. بحيس. وطبعا لا تكون شديدة الايه? الجفاف. وقلنا الكلام ده في حلقة سابقة. تمام. يبقى يجب ان تكون نسبة الرطوبة في العنبر من كم لكام? عشرين لخمسة وعشرين في المية. ويجب ان لا تزيد عن هذا الحد. كويس او? طيب بعد كده ما هي الاجراءات الصحية? الواجب عملها للفرشة للمحافظة على مي. على الفرش? ايه يعني? اجراءات ايه الصحية اللي انا نعملها? قالك يومية تعمل عملية تقليب للفرش بهدوء. يعني ايه بهدوء? ازاي يا مستق? بص يا حبيب. هنرجع ازاي? هنجي نعمل ايه? احنا دلوقتي دخلت داخل العنبر. عملية التقليب الاول ما يكونش الطائر قريب منك. وتعملها ببساطة. يعني حضرتك معك كده مساحة معك كفاهم انت اي حاجة زي جروف كده بسيط. وتعمل عملية تقليب للفرشة. طب انت بتعمل ليه تقليب للفرشة? لربما تكون فيه تحت الفرشة كمية مياه. حضرتك ما انتش واخد بلك منه. او انت كلفت طالب او كلفت حد بعمل حقيقة او عامل عندك. قلت له اه شل لي الفرشة المبتلة وحط لي فرشة ناشف. الرجل ما عندوش وقت يشيل الفرشة المبتلة. فطبعا ما عندوش ضمير في العمى. رح جايب لك شاية ابنة كده ورح حاططهم ايه? فوق فوق المبتلة. طب ما ده هيعمل لي رطوبة عالية وده مشكلة كبيرة جدا. يبا لازم انا حضرتك نعمل عملية تقليب للايه للفرشة. في نفس الوقت انا بنقول تقليب وبيهدوه. مش هنقلب الفرشة كلها. نهجز القطيع كده في جنب. ونعمل عملية تقليب وبعدين نفرد وبعدين عملية تقليب اخرى وهكزا. بدون تصاعد طبعا اه عفرة. تمام? نراعي الكلام. لو انا لقيت ان الكلام ده هيعمل لي عفرة كتير جدا في داخل العنبة. لا انا مش عايز نقصر على الجهاز التنفسي اللي ايه للطار. ولكن تتم عملية التقليب ايه? بهدوه. يبا انا كده بنضمن الفرشة الجيد. طب نمرة اتنين. تغير الاجزاء المبتلة ابتلال شديد. يعني مش عمل على بطال بقى. يعني لقيت نقطتين كده تروحين تراح شاي. هتقول لي ليه يا ماستر ما نشيل على طوق. ما هو دا استهلاك يا جماعة. هي هو التبن دا والنشاء. ما هو بفلوس راخة. وانا زي ما قلت لك انا عايز نقلل فئة المصارين. لكن لو مبتلة فعليا. لا تتشال ما فيهاش كلام بقى. يبا انا لكن ايه? تغير الاجزاء. المبتلة ابتلال ايه? شديد. كويس او? اجراء تهوية جيدة للعنبر. شايف التهوية هي اللي بتعمل كل الكلام ده. والتأكد من عدم وجود رائحة الامونيا. حضرتك قفلت العنبر. جيت دخلت على العنبر وانت داخل من مجرد الداخل. طب انت داخل تركز. انا داخل نشم ريحة الامونيا. نشوف نسبتها ايه? ممكن يبا فيه نسبة بس ضعيفة. تزود عملية ايه? التهوية. عندك مراوة عندك شفطات عندك فتحات للتهوية. افتح زود لو عندك فتحتين خليهم تلاتة. لو عندك مروحتين اه عندك شفطين خلي ثلاث شفطات اربع شفطات. يبا انا نتحكم في عملية ايه? التهوية. لان عملية التهوية دي من العمليات الهمة جدا 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 للطار. يبا دي الاجراءات الصحية. الواجب عملها للفرش. تقليب الفرشة يوميا. تغيير الاجزاء المبتلة. بس ابتلال يا مستر شديد. اجراء تهوية جيدة للعنبر. والتأكد من عدم وجود رياحة ال ايه? الاموني. تمام. بعد كده بيقول لي متابعة الحالة العامة لدجاج التسميم. طب متابعته ازاي? قال لي تعال بص على التخزين. تأكد من استهلاك العالية بالمعدل القياسي المطلوب. ايوة. طقر بيأكله بيتغزة وتمام التمام. وده ماشي بمعدلاته المزبوطة اليومية. مية مية. التأكد من توفر العالية في جميع المعالف بالدرجة الكافية. عشان مش الوزنه كبير. طقر الكبير يأكله. الطقر الصغير ما يكلش. يبا يجب ان تكون العالية متوفرة في جميع الايه? المعالف بالدرجة الكافية. ماشي يا مستر. الاتنين سهلين. تلاتة. لاحظ عدم وجود تلوس للعالية الكلام اللي انا قلته. وعدم اختلاطه بمياه الشرب. او مكونات الفرشة او الزرق. يعني حضرتك وارد جدا. تمام? ان تلاقي زرق فيه داخل الغزايات. الطقر وقف على الغزايا وفيه زرق نزل. تمام? انا بقى لازم نشيل الجزء ده من ايه? من العليقة. تمام? عشان تبقى العليقة. ونقلب العليقة. ونضيف كمية من العليقة اللي ايه? الجديدة. يبا حضرتك كده ضمنت نظافة اللي ايه? العليقة. مش انا بقى سايبة النهاردة يا بكرة يا بعده? لا اه. الطقر حتى مش هتغز. تيت ليه في بعض الاحيان الطقر مش هتغز. ولو اتغزة يبا انا بنحط له ملوسات في داخل الايه? العليقة. يبا يجب التأكد من نظافة العليقة وخلوها من طبعا اي مخلفات موجودة بها. بعد كده بيقولي. التأكد من سلامة خطوط توصيل العليقة. وانها تعمل بصورة منتظمة. ايه يا مستر اه سلامة خطوط اه توصيل العليقة دي. بنقول الاتي. يعني حضرتك لو جيه على العليقة. اما بنشوف. انا الجهاز الفيدر اللي انا قلت لك اللي هو السلسلة اللي هو بينقل العليقة. ممكن تكون السلسلة دي بتيجي عند حتة معينة وما بتمشيش. معي ولا لا ترجع تاني. طب ما هو كده انا فيه طيور في مش هيبه التوزيع متجانس للعليقة داخل اللي هي العنبر. فيه اماكن حيطبها متوفرة فيها العليقة. واماكن غير متوفرة فيها العليقة. فيجي بالتأكد ان الجهاز بتاعي شغال. ان بيلف الدائرة كاملة بتاعته. تمام? بياخد بمعمولة على شكل حرف يو في داخل العنبر. او طبعا بشكله المزبوط لان فيه اشكال مختلفة للفيدرات ديها. والاجهزة ديها لاجهزة سلسلة. لازم حضرتك تتأكد من من عملها وجودة عملها وكفائتها في في العمل. كلام كويس قوي. يبقى فيما يتعلق بالتخزية. بنتأكد من استهلاك العليقة. بنتأكد من توفر العليقة في جميع المعالف. بنلاحظ عدم وجود تلوس العليقة. تمام? التأكد من سلامة خطوط الايه? التوصين. تمام? طب نيجي بعد كده بيقول للإضاءة. تأكد من سلامة لمبات الإضاءة. يا جماعة ده كلام مهم جدا. ينفع حضرتك تبدأ الدفعة. وانت شغيلها من الدفعة اللي فاتت زي ما هي. وبعدين فيه لمبة طفت. بعدين التانية طفت. بعدين التالتة طفت. ده احنا قولنا احتاجات من الإضاءة هامة جدا. يبه يجب كده قبل الدفعة. انا نكون متأكد مية في المية. وكل يوم ما يمنعش الام. وارد ان انا نكون مضبط الإضاءة عندي تمام التمام. وجيت بكرة لقيت لمبة حرقة. وارد ما فيش مشكلة. على طول اول باول. حرقة اللمبة تغير اللمبات. طب نحافظ على نظافة اللمبات. يعني انت برضو من وقت للتاني كده. كل اسبوع مرة ولا حاجة. نروح طالع. تمام كده. مسك اللمبات مسحة مسحة كويس. عشان نضمن ان ناخد ما اللمبة لو 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 اصلا اللمبة عليها بعض العفار وبعض الاتساخ اللي هو مش مزبوط. فده بيقلل من من كمية الإضاءة اللي توصل للطائر اللي احنا عايزين. نبنقول اللمبة دي تدي كزا وقت. وده بيدي كزا وده كزا. فمعدة الإضاءة في العنبر كزا. تمام? طيب. واحنا قلنا طبعا في جهاز لكياز الإضاءة اللي هو اللوكسيميتر. قلنا برضو عليه ده بيقس للإضاءة. فياجب ان انت تكون متابعة وتكون انت عارف الإضاءة. ومحافظ على اللمبات. تغيير اللمبات اللي هي اللي هي العطلانة. وتشغيل اللمبات السليمة. والتأكد من كفاءة عمل اللمبات. بعد كده بيقول لي اهو. نفس الكلام اهو هنا. استبدال اللمبات المعتوبة باخرى سليمة. نظف لمبات الإضاءة او العواكز من الاتربة والغبار والريش المتطاير بشكل ايه دوري. انت مش متخيل حجم الريش اللي بيطير طبعا. ممكن يعني حتى الفتحات بتاعة التهوية اخد بالك بقى من النقطة دي عشان نقطة مهمة جدا. انا عامل عندي فتحات تهوية تمام شبابيك. على سلك كده مثلا او غيره. اه مع فترة مع مع الوقت يعني انت لازم تبواعي. ولازم تبص على الفتحات بتاعة التهوية. اه انا كنت فتح فتحة والعنبر تمام التمام ومية مية. تمام? او فتح شباكين وتمام التمام. بعد اربع خمس دفع. الشبابيك ديت نفسها الغبار ملل ايه الفتحات بتاعة بتاعة السلك. تمام? فسد الفتحات دي. فهل معدل التهوية اللي هيوصل ده زي اول ما ركبت السلك. لأ اطفعها. شايف حاجة بسيطة خالق. تخش حضرتك قبل من الدفعة للدفعة كده. نخش ننفض الكلام ده. نطهاره كويس اوي. نزبطه كويس اوي. بحيث معدلات التهوية او الهواء اللي داخل وخارج. عشان نعمل تبادل غزاء. الغاز اللي هو السم. اللي هو ساني اكسيد الكربون كابريتيد الهايدروجين. الكلام ده يطلع ويدخل الغاز اللي هيه? الاكسوجين. اللي حيتنفسه الطاقة. يا جماعة مهم جدا. حيوية بتاعة الطاقة. ده انت لما بتروح في مكان طلق كده وهواء فيه جميع. بتقول ده مكان يرد الروح. ان الهواء لانت بتشم هوا نظير. تشم هوا حلو. تمام? بيدخل على اجاز التنفس بيتهاره. بينظفه. لكن غير انا لما لبه موجود في مكان كله اتربة. تمام وكله شوائد. بتتعب. كلنا بنتعب. باشي عارفين تنفسه. تمام? فلازم انت حضرتك تحافظ على معيشة الطاير بهذا الشكل. كويس اوي. الرطوبة النسبية مهمة وبتجي في التقييم. يجب ان تتراوح من الرطوبة النسبية من ستين لسبعين في المية. ده الرطوبة العنبة. ام الرطوبة الفارشة. برافو عليكم برافو عليكم. اللي هي رطوبة الفارشة من عشرين لخمسة وعشرين في المية. هل مشطر ويجب ان لا تزيل. كويس اوي. لكن الرطوبة النسبية. اللي هي يجب ان تتراوح من ك kaç? ستين لسبعين في المية. تمام? التهوية. يجب التأكد من سلامة عمل المراوح. قلناها. وانها تعمل بالسرعة والكفاءة المطلوبة. واجهزة القياس الغازات المختلفة بعنابر دجاج التسميه ويستخدم جهاز اسمه ايه جهاز درجر لقياس الغازات المختلفة يبقى جهاز قياس طبعا الرطوبة تمام جهاز اسمه جهاز ايه درجة حضرتك لازم تتأكد منه لازم تتأكد من عملية التهوية لازم تتأكد من عمل المراوح وانها تعمل بالسرعة والكفاءة ايه المطلوبة صيانات على طول يا جماعة للمراوح صيانات للشفطات اللي شغالة في داخل الليه العنبر كويس قوي طب انواع جهزة التبريد المستخدمة في تبريد عنابر دجاج التسميه التبريد باستخدام نظام الالواح السليولوزية من افضل انواع انظمة التبريد يا شباب نظام الالواح السليولوزية ولكنه غالي السماء لكن ده بيوفر ايه بص باب هو سمكه وعبارة عن لوح كده تمام لوح سليولوزي يعني السمك بتاعه حوالي عشرة سنتي ويمكن ان يخفد درجة حرارة الهواء لاثناشر درجة مقوية ولكنه اكثر تكلفة يبقى من اجهزة التبريد المستخدمة جهاز اسمه ايه التبريد بنظام الالواح السليولوزية تانية شباب التبريد بنظام الالواح السليولوزية الواح سليولوزية ده عبارة عن لوح بتحطي في داخل العنبة لوح السليولوز ده هو غالي السماء لكن بيديك تهوية محترمة بيديك تهوية بمعدل اتناشر درجة معقولة مستر اه لكنه مكلف غالي بس انا لو جبته نبه تمام طب بديله ايه بديله حاجة اسمه الرشاشات باستخدام الرشاشات اللي بتاعت الرزاز ان انت بتطلق فيه رشاشات كده تطلق رزاز بسيط في داخل اللي ايه العنبر عشان تلطف من درجة اللي ايه الحرارة يبه التبريد ده زمن راعي يا اما يستخدم عن طريق الالواح نظام الالواح السليولوزية يا اما وده بيخفض درجة الحرارة بمعدل اتناشر درجة وسمك اللوح السليولوزي حوالي عشرة سنتي تمام او التبريد باستخدام نظام فوهات او رشاشات اللي يا شباب او رشاشات الرزاز تمام بعد كده عندنا اهم العمليات الدورية لدجاج التسمين هنعمل ايه قالك تجهيز تجهيز قطع دجاج التسمين لعمليات التسويق الطريقة الصحيحة لامساك الطيون يعني ايه تجهيز قطع دجاج التسمين لعمليات التسويق حضرتك عايزين احنا بقى نسواها تمام حنجهز قطع معينة فيه ناس بتعوز صدور فيه ناس بتعوز وراك فيه ناس بتعوز كذا طب الطريقة الصحيحة لامساك الطيون ازاي يتم تداول الطيون من سقنها يبه طريقة امساك الطيون من انا شباب او عتمسك الطيون من الاجنحة حضرتك تغش عليها كده بالإصبع الإبهام والإصبع السبابة تمام وتحت الإصبع الوسطى كده ساند وتمسك تمام من الرجل اللي كاتكوه بنمسك كام يتم تداول من أربعة إلى خمس طيور في اليد الوحدة يبقى الإيد الوحدة ما تشيلش أكتر من أربعة إلى خمس كاتكين أو فراخ يعني ويتم تجميع الطيور في مجاميع صغيرة حوالي 200 طا لمنع تكتل الطيور على بعضها وبالتالي حدوث حالات نفو يبقى حضرتك لما تيجي تعمل عملية إمساك نجمع ميتين مع بعض وبعد كده حضرتك بالإمساك بالإصبع السبع كده تمام الإبهام والسبابة والإيه والوسطى وخش نلقط كده كإن إيه بص كإن كماشة كده بطلقطهم تمام وبنروح ماسك وهو في إيدي ما نمسكش أكتر من أربعة إلى خمسة أفراخ في إيه في اليد الوحدة دي طريقة مهمة جدا لطريقة إمساك إيه الدجاة لما نيجي نجمع تجميع أكتر من ميتين لا هم ميتين عشان ما تكومش ويحصل زحام وتكدس ويموتهم الفراخ من تجمعهم على بعض تمام فرز وتعبئة الطيور طب مواصفات دجاج اللحم الفرز طبعا نعمل عمليات فرز نستبعد بالإيه نستبعد اللي هو اللي فيه أي تشوهات اللي الجناح مكسور إيه 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 وانطلع طبعا الطيور السليمة المعافة ويتم طبعا وضعها فيه الأقفاص طب مواصفات دجاج اللحم بقى المعدل التصويق الدجاج اللي حضرتك بتجهزه عشان عشان تسوقه الحالة الصحية جيدة زي ما أنا قلت لك استبعد اللي هو فيه أي كسر اللي رجليه اللي أعواج اللي منفرجة الأرجل كل الكلام ده يستبعد طب التكوين الجاي شكل الطائر كده واقف على رجليه بيجري حيويته نشيطة العيون براقة لامعة ده دليل على الصحة والكفاءة بتاعة الطائر العيون البراقة اللامعة التريش الكامل الطائر جسمه كله مغطى بالريش مش فيه أجزاء طبعا معرّة منها للريش لا دي غير مرغوبة يبقى مواصفات دجاج اللحم المعدل التصويم الحالة الصحية جيدة التكوين جيد العيون براقة التريش كامل الجسم مغطى كله بالريش اللامع البراء الريش نفسه تلاقيه بيلمع الريش تلاقيه براء تمام؟ وعدم عدم وجود الريش غير الكامل ده طبعا حاجة مش ظريفة بالنسبة للطائر عزمة القص طبيعية غير ملتوية تمام؟ تلاقيه عزمة القص بتاعت الطائر طبيعية تلاقيش حاجة برزة كده او غير او غير ملتوية مش واخدة الانحناء بتاعته الظهر عادي وليس بيه انحناءات ما نلاقيش طبعا الظهر منحني الارجل والاجنحة سليمة تمام؟ اللحم مكتنز والصدر متسع ومغطى بالكامل باللح الجلد خالي من العيوب المختلفة ما يكونش الجلد فيه جروح ما يكونش فيه كدمات ما يكونش فيه خدوج يبقى مهم جدا ان الارجل تكون سليمة الاجنحة تكون سليمة اللحم يكون طبعا مكنز الصدر يكون متسع تمام؟ ده كده فيه ما يتعلق بمينة شباء بالكلام ده اخر نقطة ناخدها اسباب نقص الاوزان بقى عن المعدلات المثالية عندي عوامل تتعلق بالتخزية زي ما قلتلك قبل كده لو نقص بروتين نقص احمد امينية الاوزان بتقل عن المثالي طب مدى تعدد مصادر بروتين لازم بروتين نباتي وبروتين حيواني تناولتها طبعا انا في الحلقة العالية غير متجنسة الكلام ده يؤدي الياه شباء يؤدي الى نقص الاوزان عن المعدلات المثالية وجود سموم فطرية بالعالية او بالمياه يؤدي الى نقص الاوزان عن المعدلات المثالية يبقى ايه اللي يسبب نقص اوزان عوامل تتعلق بيه التخزية عوامل تتعلق بالرعاية العامة قلة المعالف قلة المساي استعمال مياجة وفية شديدة الملوحة ما فيش اضاءة تمام؟ فترات ظلام طويلة ده عوامل تتعلق بالرعاية العامة طب عوامل تتعلق بالمسك الزحام الشديد بلل الفرشة الفرشة شديدة الجفاف برضو يا غال ازعاج القطيع الكلام ده يؤثر ولا لا يؤثر يؤثر طبعا على القطيع معي يا شباب عوامل تتعلق بالرعاية الصحية ظهور بعض الأمراض عدم ضكة التشخيص استخدام سلفات بجرعات كبيرة حضرتك ما اكتشفتش المرض في وقته تمام ما عرفتش تشخص المرض الكلام ده يؤدي إلى مين إلى نقص طبعا الأوزان عن المعدلات المثالية اعتقد كده قلنا يعني لو قلنا ما هي أسباب نقص الأوزان عن المعدلات المثالية عوامل تتعلق بالتخزية عوامل تتعلق بالرعاية الصحية عوامل تتعلق بالرعاية البيطرية عوامل تتعلق بعملية الزحام في داخل الأرضية عوامل تتعلق بالمسكن عوامل تتعلق بإزعاج والبلغ كل هذه العوامل تؤثر ولا لا تؤثر تؤثر طبعا بالسلب ولا بالإيجاب يا مستر بالسلم معلش حلقتنا خلصت معكم بسرعة لكن فيها قلنا كل حاجة عن التسميق يارب تكونوا فهمتوها ويارب نكونوا عدرنا للمهم وحدة رعاية دجاج التسميم بالشكل المناسب منتظر أسئلتكم على الحلقة وأي حاجة توقفوا فيها احنا تحت أمركم وبالتوفيق لكم دايما يا رب وأطرخكم في رعاية الله وكان معكم محمد المغاربي من التلفزيون المصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة